بعد أشهر من تحول الشواطئ الخلابة في البرازيل إلى سجادة سوداء جراء التلوث النفطي يسابق عمال ومتطوعون الزمن للتخلص من الأجزاء المتبقية قبل حلول موسم السياحة في البلاد توقفت عن قيام بالتزاماتي لأنني أحب هذا المكان وهو المكان الذي أعيش فيه لن أقف مكتوفة الأيدي سأتي إلى الشاطئ ويمكن لأي متطوع يأتي ويساهم معنا في تنظيف شاطئ إتابواما حتى يأتي السياح مجدداً هذا ما نريده التسرب النفطي بدأ يظهر في أوائل أيلول سبتمبر وطال أكثر من ألفي كيلومتر من ساحل المحيط الأطلسي وأرسل آلاف العسكريين لمساعدة السكان المحليين في تنظيف النفط الذي تسبب في نفوق العشرات من الحيوانات بمثل ذلك السلاحف ووصل إلى ملاذ للحيتان الحباء قبل تولاية بهيا ما زال هناك الكثير من النفط تحت الرمال وعلى المياه كل شيء اختلط به ما يجعل ركوب الأمواج صعباً بالنسبة للسكان هنا هذا مصدر المتعة البحر هو مصدر المتعة بالنسبة لنا وفيما أوزيلت آلاف الأطنان من النفط الخام حتى الآن حذر المعهد الوطني لأبحاث الفضاء من احتمال وجود بقع نفطية في البحر تدفعها التيارات موضحاً أنها قد تصل إلى أقصى جنوب ولاية ريو دي جانيرو وقد حذر الرئيس البرازيلي جاير بولوسونارو من أن الأسوأ لم يأتي بعد موضحاً أنه لم يجمع سوى جزء بسيط من النفط الخام المتسرب حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر